بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم العيادة هنتكلم النهاردة عن الجلد وأسراره الجلد ده أكبر عضو في جسم الإنسان ممتد على جسم الإنسان كله ربنا خلقه تكييف طبيعي رباني يحتفز بحرارة الجسد بالغودة العرقية اللي موجودة فيها غودة العرق دي بتطلع مياه المياه دي بترتب الجلد في أطفال بيتتولدوا بحدهم حاجة اسمها اكتوديرمل ديسبليزيا الاكتوديرمل ديسبليزيا دي بصت لا الأطفال ما بيعرقش العيل ما بيعرقش جلده نهيشف على طول العيل ده بيسخد الطفل ده عشان نحتفز بدرجة حرارته بنفصله بدلة زي بدل رواد الفضاء شايفين النعمة اللي احنا فيها وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها الأطفال اللي عندهم اكتوديرمل ديسبليزيا ما عندهمش غودة العرقية بيتفصلهم بدل زي بدل الفضاء عشان تكيف الجلد عشان تحتفز بالجلد ده رتب وبارد الأطفال دي لو من لبسوش البدلة دي بصت لقى التفل ده يسخن ويوصل لدرجة حرارته 41 و42 وخصوصا في جو الحر الأطفال دي ممكن تتشنج مع درجة الحرارة العالية شايفين ربنا خلالينا الجلد تكيف طبيعي بيرطب الجلد وبيحتفز بدرجة حرارة الجسم نجل الأطفال حديث الولادة فيما ظاهر طبيعي للأطفال حديث الولادة بتبقى تغيرات شكل الجلد كده فيه حاجات بتبقى موجودة متغيرة لازم نبقى عارفين حاجات طبيعية علشان ما نقلقش في الأطفال حديث الولادة أول حاجة أن الأطفال ممكن يتولدوا بعدهم حطة حمرة كده فوق الجفن أو على الأنف من فوق وممكن توقف في ضهر الرقبة حطة حمرة كده اسمها سلمون باتش إيه السلمون باتش دي؟ حطة حمرة سلمون يعني زي سمكة السلم واللونها أحمر السلمون باتش دي تيجي الأم بتسأل تفتكر أن دي وحمة دموية ولا حاجة لا دي مش وحمة دي حاجة من التغيرات الطبيعية في الأطفال حديث الولادة وده بتختفي عند سن سنة أو سن سنتين في أطفال تانيين انت بص تلاقي في نقاط صفرة كده على الأنف دي اسمها الميليا دي غدت قفلت كده هو بتطلع كأنها نقاط صفرة وده برضو بتختفي في أول ست شهور ساعات في طفل الأطفال حديث الولادة اللاقي حتة زرقة على ظهر العيل دي اسمها المونجوليا نسبوت أو علامة الخلاص بالعربي كده الخلاص اللي هي المشيمة ساعات بينسميها باللغة المصرية الدرجة كده دي اسمها علامة الخلاص حتة زرقة على ظهر العيل الحتة الزرقة دي برضو اسمها المونجوليا نسبوت دي بتختفي عند سن سنتين المشكلة المونجوليا نسبوت أو علامة الخلاص انها ممكن تيجي في حتة تانية غير الظهر هي في معظم الأحوال أكتر من 99% تيجي في الظهر لكن ساعات تيجي على وش العيل تبص تلاقي كدمة زرقة كده هو ودكتور النساء يتظلم في الموضوع دي يفتكرون دي كدمة دي مش كدمة ولا حاجة دي اسمها المونجوليا نسبوت بس هي جات في حتة غريبة شوية ممكن تيجي في الوش ممكن تيجي في الإيد تلاقي حتة زرقة كده على الإيد دي اسمها المونجوليا نسبوت تختفي كلها عند سن سنتين دي مش كدمة ولا حاجة ما نقلقش منها أطفال تانيين تبص تلاقي الطفل ده مقسوم نصين عمل لابس زي بدلة البلياتشو تبص تلاقي نص أحمر ونص باهت ده اسمه الهارلي كوين لاين تبص تلاقي خط ممتد من أول الدقني هنا وقاسي من الجسم بتاع العين للنصين زي بدلة البلياتشو الهارلي كوين لاين ده يعني خط البلياتشو أو خط زي بدلة المهرك تبص تلاقي البدلة المهرك في السرقة نصين نص أصفر ونص أحمر ولا حاجة لا ده بيبقى نص محمر ونص باهت ومقسوم بالنص بخط دي حاجات من الحاجات اللي بإيه المضحكة شوية في طب الأطفال إنه بس تلاقي العين جلد بتاعه كأنه لابس البدلة بتاعة البلياتشو اسمه الهارلي كوين لاين ده بيختفي أول ست شروع على حاجة وبس تلاقي النصين بتاع الجسد تساوي في اللون فما فيش منها مشكلة خالص الجلد ده بيخبرنا لأنه هو ده أول رسالة من جوا الجسم البرة إيه الأمراض اللي ممكن تحصل مفروض إن الجسم بتاع الأطفال ده يبقى مورد لونه بينكي كده هو أو لونه وارجي كده هو لو اصفر الجلد يبقى أنت تعرف أن دي علمة من علامات الصفرة في الأطفال حديثي الولادة فيه الأصفال حديثي الولادة بيصفروا على ثالث يوم أو رابع يوم دي اسمها صفرة فيسولوجية على خامس يوم أو سادس يوم تبدأ تقل لي واحدة لغاية لما تختفي لكن لو لقيت ابنك بيصفر من أول يوم دي علمة من علامات الخطر ليه؟ لأن ده بيبقى نتيجة حاجة اسمها تكسير في الدم لو أنت فصيلة دمك أو أو الارجي بتاعك سلبي لازم تتنباه لهذا لأن معظم عيالك هيجي لهم صفرة في أطفال حديثي الولادة الصفرة ده بمشكلتها إيه؟ أن من نعم ربنا علينا أن أول جزء يصفر في جسم الإنسان هو الجلد فبيديك علامة خطر نزير خدي بالك العيال بيصفر ما تسبيش الصفرة دي تترصف في حتة تانية طب هتترصف فين الصفرة؟ ممكن تترصف في المخة وتعمل تأخر زهني للأطفال يتأثر على الزكاء على النمو والعقل بتاعه ولو شديدة قوي ممكن تعمله تخلف كامل فأنت خدي بالك ربنا بيبعتلك إنذار تبص على الجلد بتاع ابنك لو مسفر أول يوم خلي بالك الصفرة ترصبت في الجلد وخلت الجلد أصفر لو تنشتي هبصت تلاقي الصفرة دي اللون الأصفر دي يترصف في الخلايا بتاعت المخ ويأثر على النمو والزهني بتاع الأطفال يبقى صفرة ظاهرت على ثالث أو رابع يوم دي صفرة في السيروجية صفرة ظاهرت من أول يوم دي مش في السيروجية مش طبيعية تروح تقيس الصفرة وتعملي تحليلات دم للإبنك لأن لو الصفرة علية قوي ممكن تترصف بعد الشر في الخلايا بتاعت المخ طب علاج الصفرة إيه؟ بنشوف حاجات شائعة كتيرة كده فلوكلور شعبي الأم أو الجدة تقولك تحطيه تحت لمبانيون حطيه تحت أشعة الشمس يدينه مية بسكر يدينه جلوكوز ده كل ده كلام وهمي مالوش أساس من الصحة الطفل اللي عنده صفرة عالية حلوا حاجة من حاجتين يتحط لو الصفرة عالية شوية بيتحط تحت حاجة اسمها ضوء أزرق كده هو نوع معين من الضوء بيكسر الصفرة دي ويخلي الصفرة دي تنزل في البول مش أي لمبة منورة تنزل نسبة الصفرة فطبعا فيه احنا عندنا فلوكلور شعبي كده هو ان احنا نحط العالي تحت لمبانيون وتحت أشعة الشمس وندي جلوكوز وندي مية بسكر كل ده كلام فارغ مالوش أساس من الصحة بقول كلام فارغ ليه؟ لأن انت بتضيعي وقت مهم جدا تعالج في الصفرة بتضيعي وقتك في لا علاج ان تحطي تحت لمبانيون أو تحت أشعة الشمس ده مش هينزل نسبة الصفرة وبتسيب الوقت يعدي منك الوقت ده سمين جدا في الأطفال دول لأن ممكن الصفرة زي ما ترصبت في الجلد بعد الشر تترصب في المخ ويحصل تأخر زهني أو تخلف عقلي للطفل فلو سمحتي بلاشت يسمع لكلام الدارج والشائع والكلام الشعبي تحت لمبانيون وتحت أشعة الشمس لأن انت بتضيعي وقتك والطفل ده ممكن بعد الشر يخش في تأخر زهني نتيجة أن الصفرة دي بتترصب في الخلايا بتاعة المخ طب بنقس نسبة الصفرة للعيال دول لو لأيناها وليها كيرف لها معدل لو لأيناها عالية شوية بياخد أشعة ضوئية في الحضانة عشان تنزل نسبة الصفرة لو لأيناها عالية أوى 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 الأطفال دول ساعات بتعمل لهم حاجة اسمها تغيير دم الأهلي طبعا يسمعوا تغيير دم يقلقوا جدا تغيير دم العيل هنغير دمه دي عملية بسيطة السهل الممتنع يعني السهل الممتنع عملية وبسيطة وسهلة وتعدي في أمانة الله مع دكتور كويس وممكن تعق وتخش في مشاكل لو دكتور لسه بيبدأ أو مش فاهم هو بيعمل ايه أو يغير الدم بسرعة 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 تبسل تلاقي الطفل ده ممكن يحصل له مشاكل فمشاكل تغيير الدم تكاد تكون أقل من 1% خطورة 1% أقل وأقل أذكر كنت بغير دم في مستشفى المعادي ومعايا من نيرس اسمها عبير وبنغير دم بمنتهى الهدوء وبمنتهى الراحة والتفل واخد وقته بس لازم التفلي يتحطي على مونتور يتقاس دربات القلب وانت بتغير الدم علشان يبقى يعنيك على المونتور التفلي ده فجأة وإحنا بنغيره الدم بس هنا لقينا القلب التفلي مادل ما هو على المونتور عمال يضرب تك 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 لقينا تك 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 والإيه دربات القلب بتتباطع والدفل بيخش في حاجة اسمها قرستي القلب وقف ده بيحصل في أقل من 1% من الحالات في أنه ممكن يحصل خطورة في تغيير الدم 99% ما بيحصلش حاجة يا عبير لو سمحتي وقف تغيير الدم يلف كده عشان نساعد الطفل ده وقفنا تغيير الدم عملنا له انقاص حياة وتنفس صناعي الطفل خلاص في أقل من ثواني رجع تاني والقلب ببتنى يضرب وكملنا تغيير الدم عادي عبير ربنا يمسيها بكل خير عبير بتقولي الولد ده بيعرف إمتى يقرست يا دكتور رفحة هو كويس إنه قرست وإنت موجود جنبه علشان تساعده أن يعني يرجع للحياة تاني طبعا ربنا بيجعلنا أسباب إن إحنا نساعد طفلي بس أهم حاجة تبقى متنبه إنت بتعمل إيه ما تعدش تعق 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 وعشان الدنيا ما تفلتش منك بتعمل تغيير دم مش هتخسر حاجة تجيب مونيتور تحط العيل عليه علشان تشوف ضربات القلب بتاع العيل لو العيل تباطى ضربات القلب ولا حاجة لازم توقف تغيير الدم وتعمل إنقاص حياة للطفل دي حصلت مرة واحدة في حياتي ما شفتهاش غير مرة واحدة في هذا الطفل ومع عبيره وإحنا بنغير بنعمل تغيير دم للطفل ده لأن بس مكتوبة في الكتب وبتحصل فأقل من واحد في المية أو واحد في الألف من الحالات ممكن يحصل مشكلة أثناء تغيير الدم لما كانت دكتور كويس تنتابع الحالة توقف التغيير تعمل إنقاص حياة ما بتحصلش عملنا آلاف حالات تغيير الدم ما حصلتش غير مرة واحدة في الحياة لكن ده لا يمدع أن الحاجات اللي موجودة في الكتب في الكتب دي سعب بتحصل وبتقابلها أهم حاجة تكون جاهز لها وتتصرف في التصرف الأمثل عشان ما يحصلش مشاكل وإنت بتعمل تغيير الدم طفل تاني تبص تلاقي اللوم بتاعه مش مورد مزرق الزرقان في الأطفال حديث الولادة لازم نفرم بين حاجتين في زرقان حوالين الشفايف مش في الشفايف نفسها يبقى أنت لو عيل مزرق تبص عليه حوالين الشفايف ولا في الشفايف نفسها ساعات في أطفال في الشطة تبص تلاقي ديهم مزرقة نتيجة البرد لكل اللي انت هتعمله هتشد الكوم بتاع العيل كوم الجاكتة اللي هو لابسها أو كوم الفانيلا وتشد تغطي الإيد بتاع العيل تدف العيل الزرقان ده يختفي لأنه ده زرقان في الأطراف مفيش منه مشاكل خالص ومالوش علاقة لا بالتنفس ولا بالقلب لكن في الأطفال ساعات برضو حوالين الشفايف هنا يزرق في عيل كده تبص تلاقي عيل جريم كده وحلو وعمال بيرضع كويس وبيفزي المجهود في الرضاعة المجهود اللي بيعمله في الرضاعة ده بيخلي الأوعية الدموية دي تحتقن شوية ويحصل زرقان حوالين الشفايف ده برضو ما نقلاش منه ما فيش منه مش علاقة من علامات الخطر فتبص على الجلد الجلد مزرق في الأطراف ده في العيل وخصوصا في فصل الشتاء لو حوالين الشفايف ده عيل جامد كده وبيرضع بزمة وبنشاط تبص تلاقي زرق حوالين الشفايف علامة الخطر إمتى لو لقيت زرقان في الشفايف نفسها دي لازم تستمع بعد الشر يكون في عيب خلق في القلب أو عيب خلق في الرئة ولا حاجة أو في مشاكل في الرئة دي بتعرفها إزاي تبص تلاقي العيل نفسه طالع نازل طالع نازل طالع نازل أو تكون عنده علامة أخرى من علامات أن يكون عنده عيب خلق في القلب بتبص تلاقي مزرق الشفايف وإيديه مزرق أو تسمع على القلب ممكن تسمع أصوات غريبة يبقى الزرقان اللي هي أول علامة بتظهر على الجلد بيبقى الجلدي ده بيفسح أو بيقولك إخبارية إيه اللي بيحصل جوه الجسم عشان كده الجلدي ده أول مراية بتكشف بيها على العين لو العين مصفر لو العين مزرق لو العين عليه تغيرات طبيعية لازم تتنبه إيه اللي بيحصل لأنه خلاص دي المراية بتاعة الجسم في أطفال تانيين تبص تلاقي المشاكل في الأطفال حديثة الولادة تلاقي عندهم التهبات متكررة في الحفاظة طبع أنت التهبات المتكررة دي وخصوصا بتحصل لما يكون الأطفال عنده حاجة اسمها معدى ناشطة في أطفال كل ما تردعه يتبرز كل ما يتردعه يتبرز الأطفال دول لو ردي عشر مرات يعمل عشر مرات براز لو ردي عخمس مرات يعمل خمسة ده مش إسهال يا جماعة دي اسمها معدى ناشطة في حاجة اسمها الجستروكوليك ريفليكس لابا لما بيلمس المعدة يحصل بزئة براز كده هو أو بزئة موشن يعني أو أنه يتبرز الطفل التمرز أو عدد مرات البراز الكبير ده بيعمل تسلخات للعيل طب أنت كأم تعمل إيه تشطف العيل وتهوي ما بين الغيار والغيار هوي دقيقة علشان العيل ما يتسلخش وتحط أي كريم للتسلخات فيها كريمات كتيرة بيبقى فيها زينكو أوليف أو زيت زيت زتون كده هو تبص تلاقي الطفل ده نعمله طبقة ما بين البراز والمية وما بين جلد العيل عشان أحمي الطفل الالتهابات بتاعت الحفاضة لازم نفرقها فيه الالتهابات تانية الالتهابات فطرية بتحصل في المنطقة بتاعت الحفاضة طب تفرقي الالتهابات العادية من الالتهابات الفطرية إزاي أن أنت تفتحي رجل العيل كده هو تفتحي رجل العيل لو لقيت أن التانية بتاعت الجلد فيها الالتهابات الالتهابات دي تبقى التهابات فطرية لو لقتيها ما فيهاش التهابات يبقى دي التهابات حفاضة عادية تب تفرق ايه ما بين ده وما بين ده ان التهابات الحفاضة العادية هتدي زينكو أوليف ولا حاجة وتحط كريمات تحمل بشرة بتاعت العيل لكن التهابات الفطرية لازم تدي مادة مضادة للفطريات وسعب بنتدي مادة فيها مادة كورتزوم كريم فيه كورتزوم بسيط كده عشان الالتهابات دي تروح ومعانا مدام اميرة تفضلي مدام اميرة اهلا بك يا مدام اميرة تفضلي انا ابني عنده ثانية ثلاث شهور تمام وعنده تقوص كده بسيط تمام بيمشي بيمشي انا لأ بيمشي يا مدام اميرة بيمشي يمشي دمش بجري وهو عنده سنة كده بياخد كلسم ولا بياخدش لأ ما اخدش حاجة طيب. بيرضع طبيعي? كم بيرضع طبيعي يا مدام اميرة? بيرضع طبيعي لحد دلوقت. يبقى عن سنة وصلاة شهر ما لسه بيرضع يعني. اول عيل عندك ده وده العيل الكام? لا اه التالت. التالت. ماشي. شكرا لاتصالك يا مدام اميرة. مدام اميرة. اخوه كان كده كبير وتحسن يعني باقوات. الحمد لله. وده هيتحسن برضو يا مدام اميرة. عشان يعني. فنش عارش اعمل اي عام. ده هيتحسن. بس اسمعي كده الاجابة وانا اقولك تعمل ايه? شكرا لاتصالك يا مدام. الرجل اليمية دكتور فتكاوس عن الشمال كمان. ماشي حاضر. شكرا لمدام اميرة لاتصالك. بس مدام اميرة سنة وثلاث شهور العيل عنده تكاوس سعب ببقى فيه حاجة اسمها تكاوس ظاهري. تفرق ان التكاوس الظاهري عن التكاوس الحقيقي ازاي? ان انت لما تكشف على العيل تضم ايه? لما تنايمه على السرين وتضم رجليه. التكاو. انت وست تلاقي لو التكاوس الظاهري الرجلين تضم على بعضيها. لو تكاوس حقيقي يفضل الرجل بتاعة العيل مأوسة وانت بتفحصه. سواء كده او كده انت يا مدام اميرة كان مفروض تدي كالسام من زمان. من سن شهرين. الطفل ده بياخد حاجة اسمها فيتامين دال من سن شهرين. تدي له فيتامين دال. لو بيرضع رضاعة طبيعية تدي له ربعمائة واحدة فيتامين دال. فيتامين دال العادي اللي مش ناشط ولا حاجة. طب فات الوقت وما ديتيش كالسام اللي لو سمحتي. ابدأ عنده نقص كالسام. لازم تدي له كالسام من دلوقتي. فيه مركبات كتيرة يا مدام اميرة موجودة. ديكال البديكال الكالسيكال. اي مركب من مركبات الكالسام الشرب. ما تديش حقا لو سمحتي. تدي له خمسة سنتي كالسام يوميا. لغاية لما يخش المدرسة. لغاية لما يخش سن سن سنين. تدي له كل يوم خمسة سنتي من دواء شرب كالسام. وتدي له اكل فيه كالسام. زبادي. صفار بيت. جبنا مسلسات. جبنا قريش. فصل سمك. وتشمس العيل كل يوم. نص ساعة في الشمس. الصبح بدري. سبعة الصبح او بعد العصر. تكشفي جلد العيل كده اهو. رجليه و ايديه. وتعود تشمس انتو هو في الشمس البرده بتاعت الصبح ديا. عشان نحول فيتامين دال. اللي موجود تحت الجلد. الحاجة اسمها فيتامين دال ناشط. يفيد العيل. يبقى تأكل. تدي له كالسام. لغاية لما يخش المدرسة. وما تديش حقا كالسام لو سمحت. ادي اكل فيه كالسام. زبادي. صفار بيت. جبنا مسلسات. جبنا ريش. فص سمك. وتشمس العيل. ده يخلي التقوص الظاهر ده يتحسن بالوقت. لو وديتي حقا كالسام ولا حاجة. التقوص ده يفضل زي ما هو. فلو سمحت حزاري ان انت تدي حقا كالسام. تصلاحي نقص الكلسام اللي حصله بهدوء. وواحدة واحدة. لو صرحت بسرعة بسرعة بسرعة. على وديتي حقا. على العكس الناس ما بتخيلها التقوص ده يزيد. ويفضل يزبط على وضعه. وعمره ما يتصلح. لو سمحت ادي مركب بمركبات الكالسام الشرب. واحدة واحدة. لغاية لما يخش. كل يوم تدي له خمسة سنتي. لغاية لما العيل ده يخش المدرسة. وان شاء الله يتصلح يا مدام اميرة. نصيحة لكل الامهات. لو سمحته. انتو لما يكون الحمل التاني او التالت او الرابع. انت في جسمك خلاص الكلسام قل. حصلك زي هشاشة في العظام او نقص في الكلسام. فتاخذي كلسام اثناء الحمل. وانت حامل خدي كلسام عشان ابنك بياخد معاك الكلسام. طب العيل اتولد ادي له فيتامين دال من تاني شهر بعد الولادة. لو بيرضع رضاعة طبيعية ادي له ربعمائة واحدة فيتامين دال العادي. بيرضع صناعي ادي له ميتين واحدة. وشمس العيل. وبعد سن ست شهور ادي له مركب من مركبات الكلسام. يبقى من تاني شهر ادي له فيتامين دال. ومن تاني ست شهور في الحياة يعني على سبع شهر تامن شهر من العمر. ادي له مركب من مركبات الكلسام. وشمس العيل الصبح بدري. ودي له كلسام. ودي له اكل فيه كلسام. وما نديش منتجات البان يا جماعة لغاية سن سنة. الزبادي والحاجات دي للبن الصريح. لو ادينا للعيل يزود الحساسية بتاعة الجسم والطفل ده يجيلوا مشاكل متعددة يجيلوا حسايا في الجلد ولا الانف ولا السدر احنا في غنى عنها فلو سمحتي ندي فيتامين ده المن تاني شهر انت في اثناء الحمل اخدي كلسم كفاية عشان ما يحصل لكيش ابنك بيأكل الكلسم معاك او بياخد من جسمك الكلسم فلازم تحضري نفسك في اثناء الحمل تاخدي كلسم كفاية لو عملت اللي بقولك عليه ده يا مدام اميرة ان شاء الله التقوص ده هيروح وبص تليه على سن سنتين على سن سنتين العيل ده بقى قوام وحل وكده وما فيش مشاكل هنكمل موضوع حلقتنا عن الجلد واسراره بعد الفصل خمس ست شهور العيل يسخن يوم واثنين وثلاثة واربعة ومهما تدي مخفضات حرارة ما تنزلش الحرارة وفجأة يظهر طفح احمر على الجلد والحرارة تذهب كأنها لم تكن طفل ده عنده حاجة اسمها الريزيولة او الطفح الوردي اللاجة الريزيولة ايه ان انت تدي مخفضات الحرارة والطفل سخن طب لما يظهر الطفح ما تدلوش حاجة خالص الطفح ده ياخد يوم يومين ويختفي لوحده طب ايه الريزيولة دي ساعت تتلخبط ما بينها وما بين الحزبة تعرف ازاي دي رزيولة او طفح وردي ولا حزبة ان الحزبة يتيجي في سن اكبر شوية تسعة شهور عشر شهور وان الحزبة مع ظهور الطفح العيل برضه يسخن ثلاثة اربعة ايام ويظهر طفح احمر على جلده لكن في الحزبة مع ظهور الطفح الحرارة تزيد لكن مع الطفح الوردي او الريزيولة الطفح يقل الحرارة تختفي يبقى ان تفرق ازاي ما بين الطفح الوردي والحزبة ان مع الطفح الوردي العيل يسخن ثلاثة اربعة ايام يظهر طفح والحرارة تختفي في الحزبة يظهر برضه حرارة ثلاثة اربعة ايام الطفح يظهر والحرارة تزيد اكتر فدي الفرق ما بينها وما بين الحزبة نتيجة جهود المستمرة لوزارة الصحة مشكورة في تطعيم الحزبة والحزبة الألماني نسبة الحزبة والحزبة الألماني اللي بنشوفها الوقت في المجتمع قليلة جدا جدا تكاد تكون منعدبة بيظهر حالات بس حالات أقل كتير من زمان الناس الدكاترة اللي أصغر شوية احنا شفنا حالات حزبة كتير جدا لكن دلوقت العدد أقل جدا ودي خبرات بيكتسبوهاش لأنه ما بيشوفوش حالات حزبة كتير الحزبة تفرقيها إزاي تبرضو تلاقي العيل عمال عينيه دمع ويعنيه بيحمرة كده هو والدوق يدايقه عشان كده العيال اللي عندهم حزبة لازم يتحطوا في قوضة ضلمة شوية لأن الدوق بيدايق عينيهم وعنيهم عمالة تعمل إفرازات العيل ده لازم ياخد سوائل كتير وندي له مخفضات حرارة اوعي تدي حاجة فيها أسبريد تفلي شكين أنه عنده فيروس حزبة أو أي فيروس قبل سن سنتين ما نديش أي مركب من مركبات الأسبريد لأنه لو ودينا خفضنا الحرارة بأسبريد الأسبريد ده ممكن يقلي مع العيل ده حاجة اسمها الرئيسندروم يحصل له فشل في الكبد فلو سمحت تدي أي مركب من مركبات البراصيتامول أبيمول برامول براصيتامول أي مركب من مركبات البراصيتامول دي أمان جدا في العيال وتضلمي الأوضة شوية العيل بيدمع كتير لو فيه إفرازات ممكن تحطوله عطرة لعينيه الأطفال دول لو ما خدوش الراحة الكافية وما خدوش سوائل كفاية ممكن العيل دي بعد الشر يجي لها التهاب رئة ونتيجة الفيروس بتاع الحصبة لو سمحتي طعامي تطعيمات في مواعدها التطعيم الحصبة بيتخذ عندي سن سنة نديه في معاده ولو طفلك شكت أنه عنده حصبة تدي مخفضات الحرارة وتدي له سوائل كتير وتضلمي الأوضة وما تديش أي مركب مخفض الحرارة هيكون فيه أسبرين لو اديتي فيه أسبرين أنت ممكن تخش في مشكلة أنت في غير عنها وتعزل العيل عن بعضيها لأن الحصبة معدية جدا أول أسبوع أسبوعيد توسي تلاقيها معدية جدا فنعبع العيل عن بعضيها ماينفعش كانت زمان يقولك إيه لبسيه ترطور أحمر ولم العيل عشان كلهم يأخذوا الحصبة الكلام ده مش مزبوط نعزل العيل لو فيه حصبة ولا حاجة ببشركم أن الحصبة قلت كتير جدا في المجتمع ما بنشوفهاش كتير دلوقتي يبقى ده الزيت فرائبة بين الطفح الوردي والحصبة ساعات في طفل تاني يجيله نص درجة حرارة بسيطة تكاد تكون مش مذكورة وبعد كده تاني يوم يظهر طفح عليه الأطفال دول بيبقى عندهم حاجة اسمها الحصبة الألماني إيه الحصبة الألماني دي إن عيل يجيله نص درجة حرارة هايفة محدش يلاحظها يبقى 38 أو حتى 37 و 19 شرط ولا حاجة يظهر عليه طفح العيل ده إزاي تفرق عنده حصبة ألماني ولا ما عندهش حصبة ألماني تفحص الحاجة اسمها الغدد الليمفوية على الرقبة من وراء لو لقيت الغدد الليمفوية متضخمة يبقى دي حصبة ألماني يبقى عيل سيخ النص درجة ظهر عليه طفح أحمر على الجلد الغدد الليمفوية متضخمة الأطفال دول عندهم حصبة ألماني طب الحصبة الألماني خطورتها إيه على العيل نفسه ما فيش أي خطورة الطفح ده بيظهر ويختفي وما فيش منه مشاكل خالص المشكلة لو هو احتكب واحدة حامل لأن لو جات حصبة ألماني واحدة حامل خصوصا في الشهور الأولى من الحامل واحتكد بطفل عنده حصبة ألماني وجالها هي حصبة ألماني بعد الشر الجنين هيحصل له تشوهات خلقية شديدة جدا أكتر حاجة تضر العيل في بطن أمه أن يجي لها حصبة ألماني فلو سمحت لو ابنك عنده طفح وانت مش عارفة وانت حامل ومش عارفة ده حصبة ولا حصبة ألماني يروحي لدكتور الأطفال علشان يفرق طب معرفتيش انت ودكتور الأطفال تفرقي دي حصبة ألماني ولا مش حصبة ألماني وانت حامل في شهر ولا 2 و 3 وخايفة تكون انت لقضت الحصبة الألماني والجنين يطلع مشوه تعملي ايه تروحي لدكتور النساء بتاع حضرتك وتعملي حاجة اسمها أجسام مضادة للحصبة الألماني تعملي تحليل دم وتقيسي حاجة اسمها الأجسام المضادة للحصبة الألماني وتعيد التحليل تاني بعد أسبوعين لو لقيت حاجة اسمها رايزنج تيتر يعني الأجسام المضادة عملة تزيد في جسمك يبقى انت لقضت العدو يبقى لو سمحت دم وضوح في منتهى الأهمية لانك لو طنشت وجالك حصبة ألماني أثناء الحمل هيحصل تشوهات خلقية شديدة جدا في الجنين فانت عرفت تتفرقي مع دكتور الأطفال خلاص مفيش مشكلة لما عرفتش تتفرقي تروح لدكتور النسا بتاعك يعمل لك حاجة اسمها أجسام مضادة للحصبة الألماني ويعيد التحليل تاني بعد أسبوعين لو لقيت رايزنج تيتر أو التيتر بتاع الأجسام المضادة عمالي يزيد يبقى أنت لقضت العدوى هتاخذي قرار بقى ساعتها تكمل الحمل أو ما تكملهوش ده قرار في منتهى الصعوبة لانها تحتاجي دكتور نسا وتحتاجي حد يفتيلك من دار الإفتة تكمل الحمل ولا ما تكملهوش لان ده قرار تبي ديني مش تبي بس تبي ديني هتخش في دايلمة كبيرة عشان كده أول ما التفلي يزهر له طفح ولا حاجة وانت حامل روح لدكتور أطفال بيفهم علشان يقدر يفرق لك دي حسبة ألماني ولا مش حسبة ألماني أم ماروان اتفضل يا أم ماروان أهلا بك يا أم ماروان أهلا بحضرتك دكتور بعد إذن حضرتك أنا ابني عنده فنتين تمام وهو عنده ست شهور ظهر عليه أعراض تشنجات مع الحرارة لأ تشنجات وبعد كده عملت له رسم مخ لأ كم مع لما تشنج كان في حرارة ولا ما كانش فيه لأ ما كانش فيه تمام وبعدين وبعد كده عملت له رسم مخ وطلع عنده كهرباء زد على المخ كويس طبعا بقى هو لا كان بيتكلم ولا كان معاي خالص كان تايه بس بعد كده على حسن سنة وثلاث شهور بدأ يحبي تمام وبعد سنة وثبع شهور مشي تمام بس مش بيتكلم خالص مش فهمني بيفهم لا مش بيفهمني يعني مثلا أقوله هات كذا هات كذا من الأرض روح كذا لا مش فهمني خالص لما تولدت كانت ولادة طبيعية ولا كيصرية لا كيصرية وكان كويس لحد يعني ما دخلش حضانة وما حصلوش انقص حياة ساعة الولادة ولا أي حاجة لا لا خالص كان طبيعي جدا تمام طب لسه بياخد دواء تشنجات هو حد وقت لسه بياخد دواء وبياخد معا 2 فيتامين اللي هو كبد الحوت وزد سمك تمام يشاورنيك على الحاجة يا مماروان يشاور لا لا يا دكتور خارج ماشي شكرا لاتصالك يا مماروان بس يا مماروان ابنك ست شهور حصل له تشنج من غير حرارة وعملت رأس مخ تلع فيه كهرابا زيادة بياخد دواء للتشنجات ده موضوع انه هو دلوقتي اتأخر المشي بس في النهاية مشي واتأخر الزحف في النهاية زحف انه الوقتي مش فاهم احنا بنقلق انه يكون عنده حاجة اسمها سمة من سمات التوحد انه يكون عنده بدايات توحد سمات توحد لانه مش فاهم ولا بيشاور والاوامر البسيطة اللي انت بتقوليها ما بينفزهاش ده موضوع مختلف يبقى موضوع التشنج اللي حصل عند ست شهور عملت رأس موخ تلع فيه كهرابا زيادة ده موضوع انه هو مش فاهمك دلوقتي ده موضوع تاني مختلف تماما ممكن الطفل ده يكون عنده بداية سمات توحد محتاجي لي يا مو مرون نبص عليه نقيمه لانه سنة وسبع شهور ده محتاج حاجة سمات تدخل مبكر لو شخصنا سمات توحد التفل ده محتاج تدخل من بدري 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 يا مو مرون من دلوقتي علشان الوقت سامين جدا الوقت مهم جدا عامل الوقت التدخل المبكر في الاطفال اللي عندهم سمات توحد مهم جدا علشان كل ما بنتدخل بدري ممكن العيل ده على سنه اربع او خمس سنين يطلع عاي اللي بيفهم يروح المدرسة لكن لو سبنا عمال يبرم 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 وما بيفهمش الكلام وما بيفهمش الأوامر عمره ما يتعلم فلو سمحت على حساب قرارات الحياة هاتيه أبص عليه نقيمه نشوفه عنده سمات توحد ولا ما عنده سمات توحد وندلك تعملي إيه الأطفال يا جماعة اللي بيجالهم تشنجات لو سمحته ما ياخدوش حاجة اسمها السلاسي تطعيم السلاسي لو سمحته كل نعم من ضمن الكراسة بتاعت التطعيمات اللي بتوزحها وزارة الصحة اللي بقى فيه تنبيهات ياخد إيه العي لو ما ياخدش إيه العيال اللي بيجالها تشنجات لأي سبب تشنج حراري أو غير حراري ما ياخدش تطعيم السلاسي لأن لو خدت تطعيم السلاسي مشكلة ممكن يبدأ له تشنج وتدمر الخلايا بتاعت المخ الأطفال اللي بيجالها تشنجات لو سمحته ياخدو تطعيم السنائي السنائي تتشال حاجة اسمها الوبين كف أو البرتصة تتشال من التطعيم علشان دي ممكن بعد الشهر تعمل تشنجات وتعمل تدمر خلايا المخ دي معلومة لازم الناس كلها تبقى عارفاها العيال اللي بتتشنج لو سمحت تشيل من التطعيمات بتاعتها تطعيم السلاسي ادي سنائي في مواعيده يعني لو جات معاها تطعيم سلاسي ما ادهوش سلاسي ادي له سنائي علشان ما يحصلش تشنجات وتتدمر الخلايا بتاعت المخ يام مروان على حساب قناة الحياة تعالي نقيم العيل ده ونشوفه عنده سمات توحد ولا ما عندهوش سمات توحد لو عنده سمات توحد هقولك تعملي ايه ونوجهك الاتجاه الصحيح القناة الحياة مشكورة بتتطوع بالكشف على الاطفال لكن ما بتطوع يعني مش تكملت العلاق كله عشان فيه ناس بتفهم خطأ احنا ممكن نكشف على العيل على حساب القناة ونوجهك تعملي ايه لان لو عنده سمات توحد ده مشوار طويل هتمشيه لازم يبدأ بدري بدري لان البدايات المبكرة او تدخل المبكر في الاطفال اللي عندهم سمات توحد ده بيحسن النتائج طفل تاني يجسخن عمال سخن سخن تسعة وتلاتين اربعين تسعة وتلاتين اربعين يوم واتنين وتلاتة وبص تفحص العيل ده تلاقي عنده التهاب شديد في الحلق تبص الحلق كده بص تلاقي اللوز بتاعته ملتهبة ومتضخبة وممكن تلاقي عليها صديق تبص على جسم وتلاقي طفح احمر مش طفح احمر نقط لا الجسم وكله محمر تمشي ايدك بصبعك كده على الجلد ترسم العلامات على الجلد او ترسم ارقام على الجلد الطفل ده عنده حاجة اسمها سكارلت فيفر او الحمى الكرموزية ايه الحمى الكرموزية دي اه اسم ضخم بس هو اسم يعني مرض بسيط ان الطفل حصل له التهاب الالتهاب الميكروب ده بيطلع مادة بيتحمر الجسم علشان كده اطفال دول لازم ياخده علاج مضاد حي وينكمل الكرسي سبع تيام ولا حاجة علشان بعد الشر الحمى الكرموزية دي ما تعملش روماتيزم على القلب او ما تعملش مشاكل على القلب فيما بعد لان الميكروب ده هو ميكروب قوي عمل التهاب وطلع مادة حمرت الجسم بتاع العي الحاجة اسمها السكارلت فيفر السكارلت فيفر يا جماعة لازم تعالج يعني باتقان وينكمل العلاج سبع تيام كرسي مضاد حي عشان بعد الشر ما تعملش تداعيات فيما بعد على القلب ولا التفل يحصل له حمر متزمية ولا حاجة فيه طفل تاني بصت لقى يسخن درجة حرارة تفهة نص درجة درجة وبصت لقى يظهر له طفح على الجلد بتاعه والطفح ده مليان مية بقع 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 مليان مية الطفل ده جاله حاجة اسمها الجديري الجديري ساعات بيتلخبط هو جديري ولا حساسية لان الارتكارية الحبابية تفتحي سقف الحلق تبصي على سقف الحلق لقى الجديري ممكن يجي في سقف الحلق لكن الحساسية او الارتكارية الحبابية عمرها ما تيجي طفح في سقف الحلق فازاي تفرق ما بين الجديري والارتكارية افتحي بقع العي البصي على سقف الحلق لو لقيت نفس الطفح ده واحدة والاتنين موودين على سقف الحلق ده جديري لان الارتكارية الحبابية عمرها ما تيجي في سقف الحلق مجيش في الأخشية المخاطئة. جديري ييجي. لكن الأرتكارية الحبيبية مجيش. العائل برضو لعندهم جديري بتلاقي نفس الطفح في الشعر بتاعه. لو ماشيت إصباعي كده على فروة الراس على شعر العيل هتلاقي واحدة ولا اتنين ولا تلاتة موجودين في فروة الراس. دي بتدينك إنها جديري. يبقى إزاي تفرق ما بين الجديري والأرتكارية الحبيبية إنك بتمشي إيده. ببص على سقف الحلق وتمشي إيدك على الشعر لو لقيت حبوب أو حبوب في سقف الحلق بديها جديري. ما لقيت إيش وبدأ إرتكارية حبيبية. طيب أنت عايزة تفرق ليه؟ العلاجهم واحد إن إحنا بنديرهم مثلا حاجات مرتبة للجلد ولا حاجة جالمينة ولا حاجة وحاجات مضادة للهستامين وبنديرش مضادة حيوي. نفرق ليه؟ نفرق عشان العدوى. لو العايل عنده إرتكارية حبيبية يقدر روح المدرسة لكن إفريدي عنده جديري ما يروحش لأنه معدي لغاية لما الطفح يروح. يبقى إيه؟ بنفرق. لغم إن العلاج واحد بنفرق ليه؟ علشان العدوى. لا ضرر ولا ضرار. إبني عنده جديري أحطه في البيت. ما عديش ولادي الناس. لكن لو عنده إرتكارية حبيبية يروح عادي يروح وييجي ويروح وييجي لأنه مش معدي. فنفرق عشان العدوى. تاني حاجة علشان لو فيه واحدة حامل. لو واحدة حامل ولا حاجة لو التفل عنده جديري هنعزله عنها. نبعده عنها. الفترة الحمل دي فترة بقيقة جدا. ممكن تلقاطي أمراض بلا حدود في فترة الحمل. ما تأثرش عليك لكن تأثر على الجنين. عشان كده أي اشتباع عايل عنده حزبة. حزبة ألماني عنده جديري عنده. اللي عنده نبعد عنه لغاية لما يثبت العكس. علشان لا ضرر ولا ضرار. ما احتكش بواحدة حامل وانا عندي جديري أو ابني عنده حزبة أو حزبة ألماني. ده ممكن يعمل بلاوي سودة للطفل الجنين ده اللي موجود في بطن أمه. يبقى بنفرق ما بين الجديري والارتكارية الحمايبية علشان العدوى. العلاج واحد. لكن عشان العدوى. العيل ده هنعزله. ولا هيقعد في البيت. العيل ده هيحتكب حوامل ولا مش هيحتكب حوامل. مهم جدا تفرقه. الأطفال اللي عندهم جديري. معظم الجديري بيظهر على السدر وعلى البطن. إلا لو طفل عنده حساسية تيجي في الأطراف. يبقى نزيدين يفرق ما بين الطفحي بتاع الجديري. معظمه بيظهر على البطن والسدر. لكن لو الطفل عنده حساسية من قبل كده ممكن يظهر على الأطراف. مهم نشخص الجديري عشان العدوى وعشان ما يحتكش بواحدة إيه؟ بواحدة حامل. هنكمل موضوع حلقتنا إن شاء الله عن الجلد وأسراره بعد الفاصل. أهلا بكم معنا مرة تانية. نتكلم عن الجلد والأسراره. جات لي أم أم لأول مرة جات لي مبارح في العادة بتقول لي إلحق يا دكتور الواب بيقشر؟ قلت لها لي يا ماما هو فول سداني بيقشر؟ قالت لي لا جلده بيقشر. فبصيت على الجلد فعلا للجلد الولد عنده تلات أسابيع وجلده بتاعه بيقشر. دي حاجة طبيعية في الأطفال حديثي الولادة إن الجلد بتاعهم ساعات يقشر وساعات الشعر يقع كمان يغير. العيل بيبدل الجلد بتاعه. ودي حاجة طبيعية في الأطفال الحديثي الولادة ما نقلقش منها خالص. كل اللي نهم اطلوب منه نحم العيل ده بمية بس أو سابون. يكون سابون أطفال بلا السابون بتاع الكبار لأنه ممكن يعمل حساسية للجلد. الجلد بتأشير الجلد دي حاجة طبيعية في الأطفال. أول تلات أسابيع وساعات الشعر بتاعهم يتير ويغير. الشعر يطلع تاني والجلد يقشر الطبقة السطحية بتاعت الجلد. فما فيش منه مشكلة خالص. جلده لو أشر ما تيلاقيش الجلد اللي تحتي. هيطلع أنعم وأرأ وما فيش منه مشكلة خالص تأشير الجلد في الأطفال حديثي الولادة. أول تلات أسابيع أو أول شهر. ظاهرة طبيعية في الأطفال حديثي الولادة. انتشر جدا الحساسية في الجلد في الأطفال حديثي الولادة أو الأطفال اللي أكبر شوية. نعرفها إزاي تبصت لقي العيل جلده خشد. مفروض العيل حديثي الولادة جلدي ناعم زي الحرير. حتى في الإعلانات يقولك لا 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 والإيه ناعم زي الحرير زي الأطفال. لو لقيت الجلد بتاع العيل خشد أو لقيت فيه أشر كتير على الحواجب أو على الشعر. الطفل ده عنده حاجة اسمها إمفانتايل إكزيمة أو إكزيمة في الأطفال حديثي الولادة. الإكزيمة. الإكزيمة دي مشكلتها إنها بتقعد أول سنة من العمر. لازم لها أسلوب حياة. هقول لكم إزاي تعالجوا الإكزيمة في الأطفال حديثي الولادة. ناخد اتصال معنا. سوزان مادام سوزان اتفضلي يا مادام سوزان. بس دكتور زي حالتك الأول. أهلا بحضرتك اتفضلي. أنا بنتي عندها حوالي أربعة سنين. تمام. من شهر تنين اللي فات جالها دايرية. ممكن تعلي صوتك شوية يا مادام سوزان لو سمحت. فإحنا جرينا بيها على الدكتور. مالها معلشي. أربع شهور مالها إيه اللي حصل. جالها دايرية. تمام. جالها إسهال في دم. آه. آه. آآ صدرينا على الدكتور وعملنا كزا تحليل فقالي إن هي براسايتس أنتي أمني بحاجة زي كوا. تمام. بترضع طبيعي؟ سمشينا على ثلاثين. بترضع طبيعي؟ آآ لا البنت عندها أربع سنين. بتقع؟ أربع سنين أنا آسف عليش أربع سنين آآ وبعدين؟ آآ آآ عملنا التحليل زي ما الدكتور ما قال بتظهر لي آآ بتظهر لي البراسايتس بتظهر لي الهيت وفايل يوضي. تمام. آآ ما بتبينش أي ما بتقول لي نورمان. طيب لسه فيه إسهال? آآ مش إسهال كتير بس آآ يعني مش إسهال بس مش بس مش كنت يعني مش إلتاك برضو فنفس الوقت. يعني كم مرة في اليوم طيب؟ آآ يجي تلت أربع مرات في اليوم. آآ طيب ماشي بقاله كم يوم دلوقتي من شهر اتنين لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي يقف الدم شوية وبعد كده نرجع آآ نلاقي دم بمخاط معين تمام وهكذا بقى من شهر اثنين وإحنا في الموالدة عملنا صور دمه وعملنا حاجات كتيرة قوي وفي الآخر الدكتور قال وقق في اللبن لأن هي عندها حاسية من اللبن وقفنا اللبن فترة ورجع الدم مزهار تاني يعني تبقى أنت لما وقف اللبن كان في دمه ولا ما كانتش فيه التهاب في القولون ولازم نعمل استقصال لحدة من الأمعين يعني أنا مش فاهمة هي فيها إيه هنعمل صماط وهنوقف اللبن وحاجات كتيرة كده فأنا مش عارف عنه إيه ومن شهر اثنين وأنا عملها في الدائرة جيبها لك طيب باش شكرا لتصالك يا مدام سوزان مدام سوزان طفل عندها أربع سنين حصل لها إسهال فيه دم وتشخصت أنه هي فيه أميبة في البراز الأطفال اللي بيجي لهم إسهال في السنة ده وعندهم دم في البراز حاجة اسمها ديزونتاريا ديزونتاريا حاجة من حاجتين يا ديزونتاريا أميبية يكون فيه أميبة ولا حاجة وعملت إسهال وعملت تعنية وعملت دم أو يكون حاجة اسمها جرام نيجاتي في إيه كولايش جيلا سلمونيلا دي الحاجات اللي تعمل ديزونتاريا وتعمل دم في البراز طب الطفل تعالج وعمل يرجع كل شوية الدم يبقى أنت فيه مصدر للعدوى بيخش للطفل ده غالبا بتبقى مية الشرب ساعات يبقى عندنا فلتر أو عندنا خزان ولا حاجة الخزان مبقاش نضيف والفلتر كمان ممكن لمدة الصلاحية بتاعته انتهت فعمل بنشرب من المية اللي فيها أميبة نعمل إيه للأطفال اللي بيجي لهم إسهال متكرر أو ديزونتاريا متكررة أو دم متكرر أغلي المية أجيب كتل ستالس بسبعين جنيه وأغلي في المية أغلي في المية أدي لهم مية مغلية طول الصيف لأن المية مصدر العدوى غالبة الطفل بيحصل له إسهال متكرر من شهر اتنين يبقى ممكن بعد الأميبة أو بعد الديزونتاريا يخش في حاجة اسمها لكتوز انتولرانس أو عظم قابلية لهضم سكر اللبن أشيل منتجات الألبان خالص اللبن والزبادي وممكن أديره للأطفال دول لبن سوية لبن سوية تلاقيه في أي سوبر ماركت كبير تجيب لبن سوية يبقى تشيل اللبن والزبادي الحاجات اللي فيها ألبان صريحة يبقى نمرأ واحد تغلي المية في كتل ستالس وتشيل منتجات الألبان اللبن والزبادي وتعملي تحليل براز في معمل كويس وتشوف تحليل البراز لو لقينا أميبة متحوصلة تساعدتم الأميبة دي سست دي مفيش منها مشكلة خالص يا مدام سوزان عندك وعندي وعندي مصر كلها الأميبة متحوصلة لأنها موجودة في مئة الشرب بتاعتنا لكن لو لقينا في أميبة ناشطة يبقى لازم تاخد كرسي في الأجيل ولا حاجة علشان تظهر الأميبة كان زمان السيع والمتشردين والمتسكعين تلاقيهم على النواصي وفي الأهاوي وفي الخرابات دلوقت السيع والمتشردين تلاقيهم على اليوتيوب والفيسبوك ترعت مجموعة من السيع أربع خمس شباب عملوا فيديو مسيء للناس في حاجة اسمها شرف المكانة سيدنا عمر بن الخطاب وهو إمام التقوى والورع قال لك في حاجة اسمها شرف المكانة لما واحد بيقول له يا عمر قال له لقد حرمتني شرف مكاناتي أنا أمير المؤمنين فالقائد ده ليه حاجة اسمها شرف المكانة لما يطلع حبة سيع متشردين يتطولوا على الناس بالإسم وبإساءة أو أدب دي مش حرية تعبير ولا حرية رأي احنا عشنا في أوروبا 4-5 سنين ما شفناش السفالة دي مفروض البلد دي ترجع تنضبط أو تنضبط بالقانون اللي يسيء ويقل أدبه يتحمل نتيجة الإساءة وقلة الأدب مفروض نضرب بيد من حديد على الصيع والمتشردين والأفواقين اللي بيدعوا الفن وحرية الرأي وهم ما ملهمش علاقها ولا بالفن ولا بحرية الرأي اللي يسيء ياخد فيه دماغه إن شاء الله يوم السبت معنا الدكتور رامل عناني استشاري الجراحة والتجميل والليزر وعلى أمل في اللقاء جديد الأسبوع القادم وحلقة جديدة عن طب الأطفال وأشياء أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر